حلقتنا النهاردة هنعرف مع بعض ازاي نعرف الطابعة الكنون بيكسيما التي اس 704 مرة من عن طريق الكابل لأس بي ومرة عن طريق الروتر الواي فاي فلو يهمك الموضوع تابعني بعد الفاصل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومن ازايكم اخينا من ايه اخبركم ايه ان شاء الله تكونوا بخير وفي قبل الحال معاكم احمد الساب من القناة الكنون بالعربي حلقتنا النهاردة هنعرف معب vastly ازاي نعرف الطابعة الكنون بيكسيما التي اس 704 مرة عن طريق الكابل لأس بي ومره عن طريق الروتر الواي فاي. واول حاجة بنبدأ بها هنعرف طابعة عن طريق الكابل لأس بي وعجان ما طاولتش اليكم يلا بنا بنا روح لجهاز الكمويتر على طول ونعرف الطبعة عن طريق الكابل لأس بي. فيا بنا. مبدئيا كده قبل ما انا خ Bloomberg في الخطوات على طول انا سأشبه لكي رابط تحت فيديو في هذا الرابط يوجد نسخة من الإستوانة الأصلية المرفقة مع الطبعة تستطيع تحميله كله سهولة وتعرف الطبعة وبعد تحمل التعريف الموجود في الوصف سنضغط على الوصف سينزل لك بالشكل TS704 ستضغط بالموز ثم ستعمل X-Tair سيقول لك أنني أريد بسورد البسورد من 9 إلى 1 عد تنوزولي 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ثم يبدأ بالملف بفك الضغط 10 8 6 6 6 7 5 4 1 ثم ننتظر لحد ما يفك الضغط ثم ننتظر لحد ما يفك الضغط ثم نلتأل الاختراف اللي قدامكم مكتوب عليه M-SATFOR ضغطت هنا عليه ثم نختار نتأل سوف نفتح القائمة القدامكم سأذهب إلى Language نحاول اللغة التعريف إلى اللغة العربية نختار اللغة العربية ثم نأخذ بالموز سأخذ القائمة كلها بالموز سنختار بدء الإعداد ثم نختار التالي وهنا يجب أن تبقى موصل للابتوب الذي ستعرف على هذه الطابعة بخدمة الانترنت لكي يوجد تنزلات أو التحميلات عن حملها من خلال الانترنت كما ترى عن حمل 11 ملف وحاليا تم تحميل 7 من 11 ثم سيظهر لك القايمة التي قدامكم والقايمة هذه هي إجراءات روتينية عادي جدا يعني ممكن تختار أي شيء وتعمل التالي ثم نعم ثم نختار أوافق وهنا يقول لك جاري التحقق من حالة الطابعة فهننتظر قليلا فقط ثم يأتي لك الخطوة التي قدامك نختار أول حاجة وصلة USB أو كابل USB نختار هنا عادي جدا ثم نضغط التالي وكما قلت لك قبل ذلك لازم جهازكم توصل بخدمة الانترنت لكي نحتاج لنزل بعض التعريفات وهنا يقول لك جالي تثبيت برنامج تشغيل الطابعة الجهاز او اختصار لكلمة إنك جات وهنا يقول لك الوقت المتبكي 3 دقائق تقريبا حتى الاجتمال يعني ممكن يكون ثلاث دقائق وممكن يكون أكثر من ثلاث دقائق وممكن يكون أقل من ثلاث دقائق هذا يعتمد على سرعة الجهاز الذي يتعرف عليه ودلوقتي يطلب منك أن تركب الكابل USB الواصب من الطبعة والكمبيوتر أو الطبعة واللابتوب وتشغيل الطبعة لمجرد أن تركب الكابل USB فيها شيء غريب حصل أو باللقى صحيح أنه قرى الطبعة ثم بعد ذلك سنختار التالي ثم نختار وراء التالي ثم نختار كلمة Escape وهنا يقول لك اكتمل التثبيت بنجاح نختار إنهاء وعشان نتأكد إننا عرفنا الطبعة بالطريقة الصحيحة سنذهب على كلمة Control Panel ونختار الاختيار اسمه هنا View Device Under Printers سنلاحظ إن الطبعة بدأتنا مكتوب عليها Canon TS700 Series كلمين عليها ونختار Printing by References أو خصائص الطبعة سيفتح لك القائمة اللي قدامك دي سنختار حجم الورق بالطبعة سنختاره A4 أو الحجم اللي انت عايزه أهم حاجة يبقى مطابق للورق اللي محطوط في درج الطابعة وعندك هنا مصدر الورق الطبعة اللي عندك فيها مصدرين سحب ورق عندك هنا الدرج الخالفي والدرج وهنا مكتوب نوع الوسائط الورق العادي أو الورق بلان بيبر فلو انت تطبع على صور فوتوغرافية ستخليها ورق صور فوتوغرافية أو Photo Beaver Glucy Tool وهنا الجودة التبعة عندك قياسية وعليها لو اختارت الجودة عالية فهترى لك صورة فائقة الجودة وبعد ما تخلص تعمل Outlay ثم اوكي ودلوقتي يجي معنا أن نعرفه الطبعة Entry Router Wi-Fi اول حاجة هنعملها هنطلع الضرار اللي عليه علامة الفاك وبينزمع بقى ضغط واحدة هنختار اول اختيار Wi-Fi Setup اوكي ثم نختار بالاتجاهات هنا اختيار اسمه Manual Connect اوكي وهنا بيدور على الروتر اللي موجود عندك فلازم تبقى عارف الباسورد عشان عادته منك باسورد الروتر وده اسم الروتر اللي موجود عندي طب افرد مش هو ده بالاتجاهات دي تقدر تعرف الروتر بتاعك A New Router زي ما انت شايف دي جميعا الروتر اللي موجود عندي حوالين المنطقة فعنختار الروتر بتاعك ولا كندوت اوكي سيقول لك دخل الباسورد الباسورد الكالتالي طبعا الباسورد سعيد بيبقى مكون من حروف وارقام ورموز فانا عاوز ادخل الباسورد ازاي الباسورد بيبقى فيه حبة صعوبة شوية الضرار اللي عليه مفك وبينزلا بيحول من رموز لحروف كبيرة لارقام ازاي يعني دلوقتي قدامك في الشاشة حرف A زغيرة معاك من A لحد Z ولا كنعيز حرف B بتقدر تتنقل B C D E معاك لحد حرف Z طب افرد انا عاوز A كبيرة او A capital بالزرار ده تقدر تتحوله ل A كبيرة هنمشي باردك كده الحرف اللي انت عايزه باردك بس كله capital افرد دلوقتي عايز ارقام ضغطة واحدة اتحاويت لارقام نفس باردك اللي احنا عارفينه افرد عاوز رموز زي DASH واتميل والكلام دول ضغطة واحدة اتحاويت اهوه طبحا ندخل كلمة المور ازاي الموضوع سهل جدا انا كلمة المور كلها capital تمام فضغطة هنا بقيت capital هنختار الحرف اللي انت عايزه ولا يكن انا البصور دي بتاع دخله زي ما انت شايفين قدامكم حرف ال N عاوز ادخل حرف ال N ضغطة بقيت OK طب بالوقتي انا عايز O اهو اوكي بقى N O تمام عايز O كمان مرة واحدة اي بقى N O O اعاوز حرف ال R اهو اوكي كده دخلنا كلمة المور بتاعتي كلمة المور بتاعتي بقيتها ارقام يبقى دخلنا كلمة المور بتاعتي اتحاولت لأرقام انا عايز 2007 2 20 0 0 0 بعد كده السبعة دخلنا كلمة المور صح حتى من اي دلوقتي هنسبت صبعنا على ال OK ما تسبس صبع خالص بيقول لك هل موافق هتقول له هنا ايس وهنا بيعمل جاري الاتصال اول ميقول لك يبقى تم الاتصال او بريس اوكي اضغط اوكي وحنلاحظ في الشاشة ان في علامة واي فاي وفتحتها تردد وبكده الطبع بتاعتنا اتواصل بالراوتر الواي فاي ودلوقتي اي جهاز متصب بالراوتر الواي فاي يتبع على اكتر من وايط واكتر من لابتوب واكتر من تبت تبتع على شاشة اللابتوب ونعرفة الطبعة عن طريق الراوتر الواي فاي ثم نفعلة التسهل ونحن ان نفكر موبايل عن طريق الراوتر الواي فاي يله بنا ودلوقتي سنعرف مع بعض كيف نفعل اللابتوب عن طريق الراوتر الواي فاي اول حاجة سنفعلة نذهب للملف اللي نزلناه في الوصف الذي نق Pierce ونختر M4 ثم نختر yes ثم نختر language فنختر اللغة العربية بادئ ثم بدء الاعداد ونختار التالي ثم ننتظر ثم بيظهر الاختيار ده بتختاره عادي جداً من حاجة روتينية التالي ثم نعم ثم اوافق ثم ننتظر وهنا بيقولك جاري التحقق من حالة التابعة ولو ظهر لك الخطوة دي فهو هنا بيقولك هي دي الطبعة اللي انت عايز تعرف عن طريق الروتر الواي فاي لو هي هتختار نعم وبقية الجراد سهلة جداً لو مش هي هتعمل لها فاحنا هنختار نعم ثم ننتظر هنا بيقولك جاري التنزيل وللوقتي بيثبت اللي احنا نزلنا من شوية وبعد ما عملنا التثبيت بيقولك تتم الان المعالجة الرجاء الانتظار يتم تسجيل التابعة في الكمبيوتر الخاص بك قد تستغير جهازي العاملية بعض الوقت ثم هيزهر لك القائمة اللي قدامك هتختار الو اكسس بعد كده هنختار التالي ثم نختار التالي ثم هنشيل علامة صح من الدليل الخاص بالمستخدم والاختر لتحتيه ونختار التالي ثم نختار التالي مرة ثم هنختار سكيب وانا بيقولك اكتمنى التثبيب من نجاح هنختار انهاء ودلوقتي عرفتنا اللابتوب عن طريق الروتر الواي فاي فبدلوقتي فيه حاجة عايزين نعرفوه مع بعض انا دلوقتي عرفت الطبعة مرتين مرة عن طريق كابل USB ومرة عن طريق الروتر الواي فاي هعيز اعرف انيو اللي من طريق الـ USB وانيو من طريق الروتر الواي فاي الموضوع سهل جدا هنفتح كونترول بالانت زي ما تحوضنا ونختار view device and printer هنلاقي هنا واحدة مكتوب عليها series وهن تاني عليها copy one او النسخة واحد لو شدنا الكابل USB من الكمبيوتر او من الطبعة واي واحدة فيه انطفت يبقى هو عن طريق الكابل USB زي ما لاحظنا دي انطفت يبقى دي هنسميها كابل USB مثلا هنضغطة بالليمين ثم printer properties ثم هنلاحظ مكتوب Canon TX700 series هنمسحح ونكتب cab USB عشان نعلمها ثم اوكي والواي فاي هنضغط ضغط منها ثم printer properties وهنا نكتب وي فاي ثم اوكي عشان نقدر نفس البنت اللي احنا عرفناه عن طريق الراوتر الواي فاي واللي احنا عرفناه عن طريق الكابل USB ودلوقتي هننتقل مع بعض الفقرة اللي جاية وهي ازاي نطبع من خلال الموبايل بكل وصولة فيلا بنا اول حاجة هنروح للابل ستور او بلاي ستور نفتح عادي جدا ونكتب في السيرش كلمة Canon سوف نختار ثلاث اختيار معنا وهو Canon Print Inkjet and Slv ثم نختار تثبيت ثم ننتظر لحد ما البرنامج يتحمل ويثبت معنا وبعد ما ثبتنا البرنامج هنعمل الفتح عادي جدا سوف نختار اوكي ثم نختار اثناء استخدام التطبيق ونختار السماح نلاحظ ان فوق البرنامج علمين علامة طابعة وعليها زائر سيضغط عليها الضغطة واحدة كما ترى الطابعة ظهرت قدامنا PS700 series سوف نختارها عادي جدا الآن يقول لك اختار اي صورة واتبحها والخطوات كالتالي انا دلوقتي اطبع صورة سوف نذهب على فوتو Print لاختاره على الشمال ونختار الصورة اللي انت عاوزها والليكن الصورة ديت بعد ما علمنا عليها سننزل تحت على الشمال في كلمة Next ضغطة واحدة عليها والاختار هذا سوف نعمل نوع ونزل تحت على الشمال في اختيار اسمه Print Settings وهذه عددات ما قبل اتباعها اول سوف نختار معنا هو كلمة Copies وهذا عدد النسخ اللي انت عاوزها في الطابعة مع عاكم النسخة الى حد 9 و 9 نسخة الثاني اختيار ما تجيش جنبه ثاني اختيار له اختيار مهم جدا وهو Paper Size حجم الورق بتختار الحجم اللي انت عايزه وهو بيبقى متسبت على 4 في 6 او 10 في 15 انا اختار E4 ولازم تبقى عارف انك لو حادث في درج الورق نوع ورق او حجم ورق غير مطابق في اعدادات برنامج او اعدادات الطبعة فالطبعة ممكن تجدك عطل رابع اختيار معنا وهو Media Type وهو نوع الورق عندك نوعين ورق بلان بيبر وهو الاختيار الاولين واختيار الثاني بيبقى Photo Beaver Glucy 2 وهو خاص بالورق اللامية بلان بيبر خاص بالورق المزدكرة المدرسية اللي هو 80 جرام او 70 جرام او 75 جرام اما Photo Beaver Glucy 2 ده خاص بالورق اللي بيلمع او ورق الاستوديو هات فانت تختار اللي انت عايزه خامس اختيار مكتوب على بوردر لو ضغطتها ايضاق واحد سيظهر الاختيارين واحد مكتوبة لبوردر والثاني بوردرلس اول واحد اللي هو بوردرلس اللي هو بيعيطل على الحواف على الورق وثاني اختيار ده بوردرلس اللي هو سيطبع الورق بالكامل بدون يظهر اي حواف والاختيار اللي بالاخير لا يحدش يجنبه نسيبه زي ما هو اما اللي اخترار الاخير مكتوب عليه Color Mode و لو ضغطتها ايضاق واحد سيظهر الاختيار سيصبح قدر ومونو كروم ستعمل التوابع لان تطبع بالابيض والاسود والالوان مع بعض اما هذا المونو كروم ستجعل كل اطبعتك بالابيض والاسود لذا تختار ما يريده يجبه اعدادك ترجع خطوة الورا ثم نختار نوع ثم بعد اتأكدت ان كل شيء مضبوط في الاعداد سنضغط على الاختيار Printed ببرتاكولي اللي في اليمين عندما ترى الطابعة عندك بدأت تأخذ الوردر Printing جاء للطبع جاءالibt قدمي قدمي أحسن لة قدمي 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 اشتركوا في القناة وبكده عرفنا ازاي نطبع وكمان عرفنا ازاي نظبط اعادات الطبعة من الموبايل او بالطريقة التانية انك تخش على الستوديو او الالبونات عندك وتختار الصورة اللي انت عايزة اطبعها عادي جدا والليكن الصورة دي عايزة اطبعها وانعمل مشاركة او شير وتختار بعد كده الابليكيشن بتاع الكانون اللي احنا نزلنا من شوية والبقى امورها سهلة في حالة انك عايزة تزبط اي حاجة في الوراء او الجودة بتختار برينت سيتنجز اما لو انت عايزة تتبعها هتعمل برينت ع طول وخلاص وبكده انتهينا من موضوع حلقة النهاردة اتمنى تكونوا استفدتم منه اتمنى الموضوع يكون العجبكم مستني اي سفسر لكم بخصوص طبعة الكانون كان معاكم احمد السلام من القناة الكانون بالعربي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته